فتح توقف العمل بالآلية الأممية للتفتيش الأبواب على مسرعها لدخول الوقود والسلع بمختلف أنواعها دون رقيب أو حسيب إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسطوة الميليشي الحوثية برنامج الأغذية العالمي كشف في تقيين حديث أن موانئ الحديدة والصليف والأسعيس على البحر الأحمر استقبلت أكثر من 4 ملايين و700 ألف طن متري من الوقود والغذاء منذ مطلع العام الجارية مسجلا النسبة الأعلى خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي تجاوزت نحو 20% وبحسب بيانات التقليل فإن حجم واردات الوقود المستورة خلال السبعة الأشهر الأولى بلغت مليون وثمانمائة واربعة وثلاثين ألف طن متري فيما بلغت واردات المواد الغذائية مليونين وتسعمائة وثمانية آلاف طن متري وأكد برنامج الأغذية العالمي أن ميناء الحديدة استأنف عملياته بالكامل رغم تعرض في يولو الماضي لغارات إسرائيلية أدت إلى تدمير ثلاثة وثلاثين صهريجا لتخزين النفط ونحو ثمانمائة ألف لتر من الوقود المملك له خبراء اقتصاديون أشار إلى أسباب عدة لتلك الزيادة من حجم الوقود والسلع الواصلة إلى موانئ الحديدة يأتي في مقدمتها توقف الآلية الأممية في التفتيش عليها الخبراء قالوا إن هذا التوقف أسمى في دخول مئات السفن التجارية بما فيها تلك التي تنقل النفط الإيراني والأسلحة والقضاء الحربية والأسمدة والمبيدات المحظورة والتي تدخل بعضها في صناعة المتفجرات في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي ألفين ومئتين وستة عشر وأضاف الخبراء أن ثنم ارتفاع نسبة البضاع والوقود إلى موانئ الحديدة يعود لأسباب أخرى منها منع الميليشي الحوثي للتجارة للسيناد عبر الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية وحتى إدخالها إلى مناطق سيدرتها ما أدى إلى حالة من التكدس للبضاع والسلع في الأسواق وصدر كود شرائي لعجز الأغلبية من المواطنين التعامل مع أسعارها المرتفعة نتيجة عدم مصادر الدخل وتوقف سرف المرتبات منذ أواخر العام الفين وستة عشر فضلا عن تدني سرف العملة الوطنية مقابل شحة الرواتب المسلوبة أصلا أمام كل ذلك حسرت واردات السلع والوقود إلى موانئ عادا والمكلة الخاضعة للحكومة الشرعية بنسبة تجاوز الستين في المئة ليتقدم فشل الحكومة في جذب التجارة والموردين والمستثمرين أحد الأسباب البارزة لذلك ترجمة نانسي قنقر